موسيقى مشاهدي ميديان تيفي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا قبل أيام أجرت السنغال انتخابات تشريعية مبكرة حصد فيها حزب باستيف الحاكم أغلبية المقاعد البرلمانية وفق النتائج المعلنة وكرس بذلك سيطرته على البرلمان بعد أشهر على فوز الرئيس باصيرو ديو مايفاي بالرئاسة محطة انتخابية إفريقية أخرى شهدتها القابون تمثلت في إجراء استفتاء دستوري صوت لصالحه ما يناهز 92% من الناخبين وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو العودة للنظام الدستوري الطبيعي وتنظيم انتخابات فرة وشفافة تشريعيات السنغال واستفتاء القابون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع قبل بدء النقاش المحطة السنغالية كمحور الأول نتابع التقرير التالي لنهاي يوسف أحدى وأربعون لائحة من بينها أحزاب سياسية واقتلافات وكيانات تجمع مرشحين مستقلين شاركت في تشريعيات السابع عشر من نومبر في السنغال لكن تنافس انحصر بين أربعة تحالفات رئيسية التحالف الأول يمثله حزب الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة المعروف بباستيف الحاكم في البلاد اختر هذا الحزب الوزير الأول عثمان سونكو على رأس لائحته الوطنية من أجل الحصول على أغلبية برلمانية تضمن لنظام باسيرو جو مايفاي تمرير نحو ثلاثة وثمانين مشروع قانون ومائتين وأربعة وتسعين مشروع مرسوم ومائة وعشرة مشاريع قرارات حزب باستيف تنافسه ثلاثة تحالفات معارضة كبيرة وهي تحالف معا لإنقاذ السنغال بقيادة الرئيس السابق ماكيسال والسلام والسلطة بزعامة الوزير الأول السابق والمرشح السابق الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمادوبا وتحالف الوفاء بالعهد بزعامة عمدة دكار الحالي بارتليمي دياس بالنسبة لنظام الحاكم فإن انتخابات السابع عشر من نومبر تعد اختبارا ومن خلال اختيار سونكو على رأس قائمة باستيف يتمح ديو مايفاي إلى حشد الناخبين من خلال استثمار شعبية وزيره الأول والأمل الذي فتحه ومكنه من الفوز في رئاسيات الرابع والعشرين من مارس وللنقاش معنا في الستوديو الدركتور الشرقاوي الروداني الخبير الجوستراتيجي والأمني مرحبا بك دكتور شكرا على الدعوة مرحبا معنا أيضا من دكار الإعلامي والمهتم بشؤون الإفريقية إبراهيم الهاريم مرحبا بك أهلا مرحبا أبدأ بك إبراهيم وفق النتائج المعلنة يتضح أن حزب باستيف يتجح نحو تحقيق فوز كاسح في هذه الانتخابات التشريعية برأيك إلى أي حد كان الأمر منتظرا إلى هذا الحد مرحبا محفوظ قبل الانتخابات وحتى قبل الحملة الانتخابية كانت هناك أحداث قوية أو أصوات عوما تشير إلى تقول لهم أن المعارضة السنغالية لم يزال لديها قطور وقاعدة شعبية في السنغال خصوصا أن هذه الأصوات أو هذه الآراء تعتمد على أو تستمد على ما حققه الوزير الأول السابق والمرشح في الرئاسية أمدوبا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة 30% من الأصوات هذه ليست بالنسبة قليلة لكن ما يغيب عن هذه الأصوات أو ما غاب عن هذه الأصوات هو هذا السيل الجارب لحزب باستيف الذي اكتسح ما نشرح حتى الآن من نتائج أولية شبه رسمية أنصار باستيف كانوا يتوقعون أن يكتسح البرلمان السنغالي السنغالي بأزيد من مئة مقعد وهو الآن يحقق أزيد من مئة وثلاثين مقعدا هناك إشارة مهمة إلى أنه أو يعني الملاحظة مهمة وهي أن السنغاليين بعض المحللين يقولون أن ما حدث الآن أو يحدث الآن من توجه باستيف نحو اكتساح البرلمان وأنه هو نوع من معاقبة السنغاليين للنظام السابق المعارضة الآلية بعد منعه رئيس حزب باستيف عزمان صونكو عرقلته من الترشح للرئاسيات والآن يعطونه أغلبية ساحقة في البرلمان طيب على ذكر المعارضة يعني على عكس الانتخابات الماضية الانتخابات التشرعية في 2022 الآن لم تبدو المعارضة بتلك القوة ولم تشكل منافساً حقيقياً لحزب باستيف ما الأسباب وراء ذلك برأيك كما ذكرت منذ 2022 نرى تقهراً أو تقعساً للإتلاف السابق بين بوكياكار وكل من يتحالف معه بعد الرئاسيات الأخيرة كان هذا متوقعاً أن المعارضة ستتجه إلى الضعف وهنا أذكر ملاحظة لأمينة توريا المبعدة القصر الرئيس الحالي والتي كانت بالمناسبة من الإتلاف السابق قالت بعيداً للانتخابات قالت أغلب أوجه المعارضة ستتجه الآن نحو التقاعد محفوظ المعارضة السنغالية كانت متشتتة خصوصاً في هذه الانتخابات من حيث انتهى إبراهيم الهاريم بشأن هذه الانتخابات دكتور شرقاوي الرداني والتي قال فيها أن المعارضة تبدو مشتتة خلال هذه الانتخابات ولكن الواضح أن السنغاليين أعطوا ثقتهم بشكل كبير لحزب باستيف في هذه الانتخابات التشريعية فما الرسائل التي أرادوا توجيهها من خلال ذلك؟ نعم دعني أقول بأن هذه الانتخابات خاصة انتخاب بصيروفاي جاء في مرحلة معينة في سياقات معينة تعرفها المنطقة برمتها لهذا مهم جداً بأن يكون أن نقرأ سلوك الانتخابي للسنغاليين نعرف التطورات التي عرفها منطقة الدول الساحل الأفريقية وجنو الصحراء دول غرب أفريقيا كان هناك خطاب على مستوى مجموعة من الدول كان هناك تحول غير دستوري في مجموعة من الدول كالنيجر بوركينفاسو مالي ثم كذلك ظهور خطاب جديد في السياسة خطاب مرتبط بالاستقلالية الاستراتيجية للدول مرتبط كذلك بعدم تبعيها للدول الأجانب ثم كذلك وصول مرحلة الدولة في منطقة وصلت إلى مرحلة سوريالية وبالتالي لا بد من تغيير المؤسسات تغيير الوجوه وكان هناك يعني طبعا عندما نقرأ يعني حتى على المستوى الأنتروبولوجي للخطاب السياسي في هذه الدول نلاحظ بأنه خطاب يعني أستطيع أن أقول قريب من صونكارا صونكارا أحد يعني كبار يعني السياسيين في بوركينفاسو والكل يعني مدارك وبالتالي كان هذا التحول تحول استراتيجي ولكن ما يعني يحسب للسنغال أن كانت هناك هدوء سالس تحول ديمقراطي سالس في إطار المؤسسات وبالتالي اليوم الرسائل التي يعني في إطار قراءة هذه النتائج التي هي نتائج أقول أستطيع أن أقول كانت متوقعة جدا لاعتبارات عديدة مرتبطة أولا بتشتط المعارضة حاسة حزب ماكيسال حزب مثلا مصطفى نياس حزب أميناتا حزب مثلا يعني عمدة الذاكار وبالتالي هذا التشتت والتفكك وعدم طرح برنامج سياسي برنامج انتخابي مشروع مجتمعي يستجيب لطموحات الشاب السنغالي أترى بشكل كبير وأعطى لحزب يعني الباستيف هذه الفرصة لتقوية صفوفه والخروج بخطاب سياسي جديد يتماشى والتحديات المطروحة على المستوى محاربة الفساد على مستوى كذلك تغيير ما يسمى بالاتفاقية التجارية خاصة في النفط والغاز مع الشركات الأجنبية ولعل القرار بالأمس عندما تم قطع يعني العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة ما يسمى بالصيد البحري هو دليل يظهر يعني تملك النخبة السياسية الجديدة لبعض الرؤى المرتبطة بالاستقلالي الاستراتيجي للسنغال وهذا ما شجع الناخبين على تملك هذه الوعود وتملك هذه الخطابات ثم كذلك من بين الرسائل بأن اليوم هناك تحول استراتيجي داخل المنطقة تحول يشمل السنغال واليوم نتكلم عن تطور يعني سيسمح كذلك لأن هذه النتائج تضع يعني عثمان صونكو ولا حتى باصيروفاي أمام تحديات كبيرة لأن وعود كبيرة تم طرحها هل السنغال لها من الإمكانيات وكذلك من الموارد ومن المؤسسات القادرة على توفير أو كذلك الاستجابة لجميع الوعود أعتقد بأن الأمور سيكون فيها نقاش كبير خاصة ونعلم أن اليوم لهم أغلبية مطلقة داخل المؤسسة البرلمانية داخل المجلس الشريعي مما سيعطيهم أريحية في تمرير مجموعة من القوانين وأعتقد بأن هناك ربما أعتقد أن هناك تغيير الدستور في الأفق يعني أصبح مطرح هذا ما يستشف من بعد يعني الخطابات لعثمان صونكو هل نتحدث عن ثقة كبيرة اليوم للناخب السنغالي في النظام الحالي رغم أنه لم تمضي إلا حوالي ثمانية أشهر على الانتخابات الرئاسية يعني ما تحقق حتى الآن من طرف هذا النظام على أرض الواقع جعل ثقة الناخبين تتعزز في النظام باصيرو وصونكو دعني أقول لنكون شيئا ما برغماتين وليس أكثر انفعاليين في قراءة الأمور أعتقد أن هذا الانتخابات جاءت لانتخابات الرئاسية أو الانتخابات الشريعية هي انتخابات هو تصويت عقابي لضد الحزب الحاكم الأسبق لا حزب ماكي صال أو حتى حزب يعني عبدالله واد أو حتى يعني النخبة السياسية لأن النخبة السياسية للأسف لم تغير من استراتيجيتها لم تغير من أسلوب عملها لم تغير كذلك من أسلوب خطابتها وبالتالي مجموعة من الأمور خاصة خروج العالم من أزمة كورونا وتأثير هذه الجائحة لمجموعة من اقتصادية دول خاصة دول السينغال ثم كذلك اليوم نحن نعيش كذلك كما قلنا في سياق جيوسياسي مرتبط من منطقة هناك خطاب سياسي مرتبط بالاستقلالية الاستراتيجية مرتبط بالسيادة الوطنية واعتقد أن عثمان صنكو وباصيرو كانوا أدكية في تملك هذا الخطاب وفي قراءة يعني ما يتطلبه الأمر للوصول إلى السلطة وقد أقول سلطة مطلقة الآن إبراهيم الهريم الآن بعدما فاز حزب باستيف يعني حسب النتائج المعلنة حتى الآن وبشكل كبير في هذه الانتخابات برأيك ما أهم الأولويات المنتظرة ما بعد هذه الانتخابات أمام الحزب الحاكم نعم هي أولويات كثيرة ملفات كثيرة ستعمل عليها الحكومة الحكومة المقبلة بعد حصول باستيف على أغلبية وبعد حصول النظام الحالي على أغلبية السحقة في البرلمان النظام أو الحكومة ستعمل على تعديل المؤسسات أو إصلاح المؤسسات الحكومية وكذلك الجانب الاقتصادي وهذه النقطة التي ينتظر السنغاليون كثيرا عليها فيها الحكومة المقبلة يعني تخفض أسعار المواد الغذائية المحروقات التشغيل تشغيل الشباب هذه الملفات ستكون هي الأولوية بنسبة للسنغاليين لأنها ملحة ليست فقط أولوية وكذلك أولوية بنسبة للحكومة لكن الحكومة سيكون لها نظرة أشمل بحيث تنظر إلى إصلاح المؤسسات وهذه من بين الوعود التي وعدت بها خلال الانتحابات الرئاسية وكذلك إصلاح العدالة وهذه كذلك نقطة مهمة وعدت الحكومة بإصلاحها خلال الانتحابات الرئاسية لكن الملف الاقتصادي والجانب الاقتصادي والأولوية الملحة بالنسبة للسنغاليين وهذا هو تحدي بالنسبة للحكومة المقبلة هل ستنجح في تنفيذ وعدها الانتحابية خصوصا أن السنغاليين ينتظرون أن يكون ذلك في مدة قصيرة وليس على مدى خمس سنوات أشكرك إبراهيم وأشكر دكتور الشرقاوي الرداني وننتقل الآن إلى محورنا الثاني لهذه الحلقة مشاهدين خطط السلطات القابونية خطوة هامة في مسارها الانتقال من خلال وضع دستور جديد هو الثاني للبلاد منذ استقلالها قبل ستة عقود تمت تسكيته بأغلبية كبيرة من طرف الناخبين القابونيين قبل نقاش المحور الثاني من هذه الحلقة نتعرف على أبرز ما تضمنه المشروع الدستوري الجديد في القابون ضمن التقرير التالي لاعتماد سلام ثاني دستور في تاريخ القابون ينص على تغيير النظام السياسي من شبه رئاسي إلى رئاسي وتحديد عدد الولايات الرئاسية في اثنتين مدة كل منهما سبع سنوات وإلغاء منصب رئيس الوزراء مع استحداث منصب نائب الرئيس يعهد إلى رئيس الجمهورية بتعيينها مشروع الدستور الجديد يشترط أن يكون المترشح للرئاسة من أب قابوني أو أم قابونية كما يمنح الرئيس حق حل الجمعية الوطنية ويجعله مسؤولاً أمام البرلمان بشأن إمكانية العزل في حال الخيانة العظمى أو انتهاك القسم أو الدستور السلطات الانتقالية في القابون تعتبر الاستفتاء على الدستور بمثابة مرحلة حاسمة نحو العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة من المقرر إجراؤها شهر غشة مقبل بتصويت القابونيين على دستورهم الجديد تطوي البلاد الواقعة بوسط غرب إفريقيا وتعد خامس أكبر دولة منتجة للنفط بالقارة المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني الشامل الذي انطلق شهر أبريل الماضي وعرف مشاركة واسعة للأحزاب والمنظمات وزارة الداخلية القابونية عبأت تسع وثمانين لجنة انتخابية على عموم تراب البلاد بالإضافة إلى نحو خمس عشرة لجنة في الخارج وذلك لضمان حسن سير هذا الاستفتاء الذي فتح فيه الباب أمام المراقبين الدوليين إذن دكتور شرقاوي روداني كما تابعنا في التقرير هناك مستجدات هام حملها الدستور الجديد للقابون من قبيل تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين الانتقال أيضا من نظام شبه رئاسي إلى رئاسي برأيك ما أهمية مثل هذه الجوانب التي نص عليها الدستور الجديد أعتقد بأن اليوم الطريقة التي تم بها هذا الاستفتاء الدستوري يظهر أن هناك رغبة حقيقية في تغيير نحو مركزية السلطة التنفيذية لدى حكومة ممتلة من طرف عن طريق انتخابات وأعتقد كذلك أن هذا الاستفتاء الدستوري يأتي في سياقات متعددة كانت هناك ما يسمى أنكوديتا سنة 2023 اليوم هناك مرحلة إلى المرور إلى نظام سياسي عادي مدني وبالتالي هناك انتخابات مقبلة في غشت سنة 2025 وبالتالي كذلك هناك إصلاحات مرتبطة بمجموعة من الأمور المرتبطة كذلك بالبنية السياسية وإعادة تغيير نظام الهيكل للبنية السياسية المرتبطة بالقابون على اعتبار كما جاء في تقرير لكم بأن اليوم هذا الثاني دستور تعرفه البلاد وبالتالي هناك تطور ملحوظ في تتبيت يعني الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية كما جاء في تقرير بأن كانت هناك حوار وطني تمفتحه على مستوى الأحزاب يعني جميع الأحزاب وبالتالي الخروج إلى أبر الأمان من خلال الانتخابات الرئاسية ولكن المهم في هذا هو كذلك عملت إجماع التوافق التي رأيناها داخل هذه الانتخابات داخل هذا الاستفتاء الدستوري حيث كانت هناك مشاركة تعتبر إلى حد ما مهمة وكان هناك كذلك نوعية القرار يعني نوعية كذلك الممارسة المرتبطة بالبنية النصية للدستور أو ما يسمى بالفكر الدستوراني الجديد الذي جاء به النص الدستور ويظهر بأن هناك القابوس ستدخل مرحلة جد متقدمة في التداول على السلطة بطريقة سلمية خاصة إذا علمنا منع المرور إلى الولاية الثالثة منعا جدريا ثم كذلك بأن منصب إلغاء رئيس الوزراء ونائب رئيس الحكومة هو مهم جدا كذلك في التسريع في الأمور المرتبطة ببعض القرارات المهمة وأعتقد بأن اليوم هذه مرحلة مهمة جدا في تاريخ القابون على اعتبار بأن هذه الدولة تحتاج كذلك إلى أن تلعب أدوار طلائعية وأعتقد بأن اليوم هناك من المؤشرات الإيجابية التي تظهر بأن يكون هناك نوع من الاستقرار السياسي هذا مهم جدا الاستقرار السياسي مهم في هذا البلد خاصة بعد ما وقع سنة 2013 أو حتى سنة 2016 ولكن أعتقد بأن اليوم الانتخابات المقبلة ستكون هي بداية لربما أجراءت مجموعة من الأمور المرتبطة بالاستقرار السياسي بترصيخ الديمقراطية التمثيلية وتكريس الديمقراطية التشاركية هناك دكتور جانب لافت في القابون وهو أن المرحلة الانتقالية فيها تعتبر من أقصر الفترات الانتقالية في المنطقة إذا ما قررناها بمالي نيجر بوركينفاسو حتى بغينيا كونكري هل يؤشر ذلك على أن هناك رغبة جدية في الإسراع بالوتيرة لأن بعض الدول التي سبقت القابون الآن في المسار الانتقالي لم تضع حتى الآن دستورا جديدا للبلاد هل هناك بالفعل خطوات متسارعة من أجل الانتقال إلى المسار الطبيعي العادي نعم وهذا يحسب للقيادة العسكرية الآن التي تدير الأمور في البلاد يحسب لها على أنها تتملك كذلك يعني هموم الشعب القابوني تتملك كذلك تحديات الاستراتيجية المرتبطة بوضع القابون على مستوى الدولي على مستوى الأمم المتحدة على مستوى جمعية حقوق الإنسان وبالتالي اليوم هذا الإسراع يظهر كذلك أن هناك تقافة ديمقراطية يعني أصبحت ترصخ بشكل كبير داخل المنظومة السياسية وهناك إشارات مهمة في إيطار يعني الابتعاد عن ما يسمى بخلصية المشهد السياسي وهذا يظهر أن كذلك أن اليوم يعني المستقبل هو مهم جدا وهو مثال يمكن أن يحتد به في المنطقة برمتها أستاذ إبراهيم الهريم يعني بالإضافة إلى الجانب اللافت في التجربة القابونية وهي أن النظام الانتقالي الحالي لم يغير خارطة الشراكات التي كانت قائمة قبله هناك جانب آخر لافت يمكن أن نقول بأنه ذابت في خطابات الرئيس الانتقالي أولي جينجيما وهو الجانب المتعلق بالتأكيد على السيادة الاقتصادية برأيك ما أهميت هذا الجانب خصوصا إذا علمنا أن القابون هي دولة نفطية تتسابق عليها أغلب دول العالم اليوم نعم محفوظا لافت دعني فقط لشأن اللافت في التجربة والانقلاب الغابوني الذي شهدته خلال موجة الانقلابات في المنطقة أن المجتمع الدولي سرعان والشركاء الدولي سرعان ما خفضوا من لهجتهم تجاه العسكريين الجدد في الغابون أوريغين جاما سرعانا كذلك ما حاول أو بدأ بمحاولة إقناع الشركاء الدوليين بأن ما وقع في الغابون وفقط حركة انقلاب من أجل الحرية وبالتالي خلق مناخ سياسي واقتصادي وركز كذلك على الناحية الاقتصادية نعلن جميعا نذكر خطاب أوريغين جاما نهاية عام 2023 الذي سيطر عليه الناحية الاقتصادية تحدث عن تأميم إحدى أكبر الشركات النفطية في البلاد شركة أصالة وبالفعل تم ذلك قبل أشهر تحدث كذلك عن ضرورة تنويع الاقتصاد الغابوني وهو بذلك يحاول تهيئة الغابونيين لأن لا تكون الاعتماد على الموارد الطبيعية البحثة بل كذلك تنويع جميع الموارد الاقتصادية الممكنة وحتى كذلك الغابونيين على أن يعملوا في جميع كل المهن من أجل حركية اقتصادية فعالة ولكن جميع خطاباته كانوا يحاولوا إمساك العصى من الوسط ولا يريد أن يخسر أي من الشركات بصنعه في مرحلة حساسة وبداية وضع حجر أساس نظام جديد كما يصفه ويصفه مساندوه بالتالي حاول دائما إمساك العصى من الوسط وطبعا مع تركيز على السيادة الاقتصادية في هذا البلد النفطي المليء بالموارد الطبيعية الأخرى دكتور الشرقاوي الرداني المغرب يحافظ على علاقات تاريخية متينة مع الغابون ماذا عن العلاقات بين البلدين في ظل النظام الانتقالي الحالي؟ العلاقات المغربية الغابونية هي علاقة تتجوز الأشخاص وتتجوز كذلك الرؤسة على اعتبار بأن العلاقات المغربية الغابونية تدروب العمق في جذور التاريخ المغرب والغابون تربطهم مصير مشترك كذلك هناك تفاهمات استراتيجية في مجموعة من الملفات كانت دائما علاقة يعني الطبع والاحترام والتقدير كذلك هناك تعاون استراتيجي كبير ما بين الرباط والليبروفيل في مجموعة من الملفات مرتبطة بالقارة الإفريقية كانت هناك تفاهمات استراتيجية ولازالت حول مجموعة من الملفات ذات البعد الجيو استراتيجي لا على المستوى المنطقة على القارة الإفريقية وعلى المستوى الدولي ثم كذلك دون أن ننسى بأن المغرب في إطار الدولة لا هكذاك عمق إفريقي استراتيجي ما يسمى بلوبانافريكانيزم أو الإفريقية المغرب هو دولة محورية في العلاقات يعني الاستراتيجية المرتبطة بالقارة الإفريقية وبالتالي هذه العلاقات كما قلنا هي علاقات لا تشبه شكوك بل كان دائما هناك تفاهم هناك كذلك إدراك ديبلوماسي للمملكة المغربية للرهانات المستقبلية والرهانات الاستراتيجية والمغرب دائما كان يقيفه بجانب القابون على المستوى المؤسساتي على المستوى الاجتماعي على المستوى كذلك العمل السياسي كانت هناك على المستوى كذلك الأمني هناك اتفاقيات مبرامة هناك تطور ولعل أن الرئيس الحالي رئيس المرحلة الانتقالية يعني درس في المملكة المغربية وبالتالي اليوم عندما كذلك هناك حب كبير وتقدير كبير للقابونيين كنت عدة مرات في القابون ولاحظت هذا الحب الكبير للقابونيين لجلالة الملك هناك احترام كبير للفلاحين القابوني لجلالة الملك دون أن ننسى مجموعة من المبادرات فيما يتعلق بالمبادرة المغربية فيما يخص القابون بأن شركة مكتب الشريف للفوسفات يعمل بشكل كبير في إطار تنمية الفلاحة في القابون ويساعد الفلاحين ثم كذلك حتى أن النموذج المغربي في الفلاحة تم وضعه أمام من يسيرون الأمور داخل القابون من أجل تتبيت استراتيجية كبيرة خاصة فيما يخص الأمن الغذائي على مستوى كذلك المنطقة في علاقة القابون بمجموعة من الدول داخل القارة الإفريقية هناك تفاهمات كما قلت استراتيجية تفاهمات تتجاوز الحدود وأعتقد بأن خاصة السياق الجيوسياسي على المستوى الدولي جعل هذه العلاقات تتقوى بالشكل الكبير كما قلنا العلاقات تتجاوز الأشخاص بل ترتبط بالمؤسسات إبراهيم الهريم يعني البعد الإقليمي في علاقات القابون بمحيطها لاحظنا منذ وصول بريس أولي جينجيما إلى السلطة أن هناك حرص على تعزيز هذه العلاقات والشراكات ما بين القابون ودول القارة الإفريقية ليست فقط الدول المجاورة إنما تجاوزها من خلال زيارات عديدة لبلدان أخرى خارج المحيط القريب ماذا عن مكانة وبعد القابون في المحيط الإقليمي؟ نعم محفوظة منذ وصوله إلى السلطة أو استيلائه على السلطة على الأصح قام أولي جينجيما بجولات مكوكية في الدول الجوار الإقليمي القريب وكذلك الدول البعيدة كما ذكرت في عدة دول إفريقية بعيدة من الغابون وحتى خارج الغابون كل هذه الزيارات كان هدفها بداية هو أن يبرر ويفسر لهذه الدول والشركاء الأسباب التي قادته للقيام بالانقلاب الذي صاحبه دعم الشعب كبير وهذا يجب ذكره هدف من هذه الزيارات كما ذكرت هو تبنير هذا الانقلاب ويعني محاولة إفهام هذه الدول لماذا قام بالانقلاب وطمأنتها على ما حدث إنجيما كذلك حاول رأب الصدع الذي كان حاصل ما بين الغابون وعيد الدول مثلا كأنغولا ودول أخرى مجاورة من أجل بداية تصحيح المسار الديبنوازي لبلادي نعم حفو إذن الإعلامي والمهتم بشؤون الإفريقي إبراهيم الهريم من داكار شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لك الدكتور الشرقاوي الرداني الخبيل جوستراتيجي والأمني شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات شكرا لكم مشاهدين الكرام يمكنكم مشاهدين متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تيفي على موقعنا على الانترنت ميديان تيفي بوين كوم نلتقي الأسبوع المقبلة في حلقة جديدة من عين على إفريقيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة